أهلاً وسهلاً بكم في درس من دروس اللغة العربية الفصل الدراسي الأول وهناخد مع بعضينا القصة المشتركة هيا نتعلم يا جدي طبعاً المفروض إحنا نركز في الصورة ده اسمه إيه؟ ده اسمه يوسف ده اسمه إيه؟ يوسف سنه قد إيه؟ سنه تسع سنوات طب ودي مين ديت؟ ده اسمها مريم ده اسمه مريم ده ست سنوات مريم أخت مين؟ أخت يوسف طبعاً هم موجودين فين؟ موجودين في المنزل نقرأ مع بعضينا يا أولاد حبيبي اسمي مريم وعمري ست سنوات وأخي يوسف عمره تسع سنوات يبقى إذن زي ما قلت أنا أن دي اسمها مريم سنها ست سنوات وده اسمه يوسف أخوها سنه تسع سنوات نقرأ مرة تانية اسمي مريم وعمري ست سنوات وأخي يوسف عمره تسع سنوات طبعاً ده يوسف ودي مانتو ودي بابا كان يوسف دائماً يساعد أمي وأبي في أشياء عديدة بالبيت كشراء الأكل من المتجر القريب والاعتناء بأشجار الحديقة كنت دائماً أفكر في أن أتعلم أشياء لأساعد بها أمي وأبي في البيت أيضاً يبقى هنا مريم بتقول يوسف كان دائماً بيساعد أمي وأبي في أشياء كثيرة في البيت زي إيه مثلاً زي شراء الأكل من السوبر ماركت القريب من البيت وكمان كان بيهتم وبيعتني بالأشجار اللي موجودة فين في الحديقة وكانت مريم دائماً تفكر في أن تتعلم أشياء لكي تساعد بها من أمها وأبيها في البيت أيضاً طبعاً هنا لو ركزنا على صورة مين؟ صورة مريم مريم طبعاً بتشعر بالحزن ويوسف في قمة السعادة طيب إيه السبب؟ هناخد بالوقت يا أولاد السبب إيه؟ أن مريم تشعر بالحزن ويوسف ماله يوسف فرحان وسعيد وفي يوم من الأيام رأيت يوسف وهو يركب دراجته بسرعة ومهارة وهو زاهب إلى المتجر ليشتري طلبات البيت شعرت بالحزن فأنا أيضاً أريد أن أساعد أمي وأبي يبقى مريم بتشعر بالحزن ليه؟ ليز علانة؟ لأن هي عايزة تساعد مين؟ تساعد أبيها وأمها لأن هي شايفة أن يوسف بيساعد مين؟ بيساعد أبوه وأمه طبعاً الأم موجودة فين؟ موجودة في المطبخ تمام؟ مريم طبعاً داخلة وحزينة زي ما احنا شايفين في الصورة الأم بتقول لها إيه؟ أنت حزينة لي يا حبيبتي؟ طبعاً قالت لها أنا عايز أساعدك في البيت لكن أنا مش عارفة أساعدك إزاي يا ماما طبعاً الأم قالت لها إيه؟ قالت لها لو أنت عايزة تتعلم شيء أو تعرف أي شيء لازم أنك أنت إيه؟ تتعلميه وناخد الكلام ده دلوقتي قالت أمي لماذا أنت حزينة يا حبيبتي؟ قلت لأنني أريد أن أساعدك في البيت لكنني لا أعرف كيف قالت أمي إن كنت تريدين أن تعرف شيئاً فالحل هو أن تتعلميه يا مريم طبعاً زي ما إحنا شايفين هنا الصورة أن مريم ابتدت تكون فرحانة والأم سعيدة طب إيه سبب أن مريم فرحانة أو سعيدة والأم سعيدة؟ نقرأ مع بعض يا ولد قالت أمي هل تريدين أن تتعلمي ركوبة دراجة؟ ولتساعدين في شراء لوازم البيت؟ قلت نعم قالت أمي إذن هيا نتعلم طب إيه اللي بنتوقعه من الصورة دي طبعاً إحنا شايفين أن مريم راكبة إيه؟ الدراجة ويوسف أخوها بيعمل إيه؟ بيساعدها بس مريم زعلانة ومستائة ليه؟ لأنها دائماً بتسقط من فوق الدراجة بتقع يعني والأم طبعاً بتقول لها إيه؟ أنت تتعلمين الصبر يا مريم نشوف في موضوع القراءة طبعاً هنا مريم راكبة الدراجة ويوسف يركب الدراجة طبعاً الاتنين مالهم مصرورين وفرحانين وبعد مرور شهرين أتقنت ركوب الدراجة وعندما احتاجت أمي شيئاً ذهبت أنا ويوسف معاً إلى المتجر لنشتري لها كل ما تحتاج إليه كنت سعيدة جداً لأنني أساعد أبي وأمي ولكنني كنت أكثر سعادة لأنني اكتسبت مهارة جديدة ماذا نتوقع من الصورة ديات؟ ده مين ده؟ ده الجد ودي الأم طبعاً ودي مين؟ ودي مريم موجودين فين بردو؟ موجودين في المطبخ وفي يوم من الأيام دخلت المطبخ على أمي وجدي فسمعتهما يتحدثان عن أكلة ما ولكن ما جذب انتباهي هو أنني سمعت جدي يقول هذه الأكلة جميلة جداً ولكني لا أعرف كيف أطبخها فقلت لجدي إذا كنت تريد أن تعرف شيئاً فالحل هو أن تتعلمه ونظرت إليه وقلت إذن هيا نتعلم يا جدي طبعاً هنا مريم بتقول أن أنا دخلت المطبخ على أمي وجدي سمعت الاثنين بيتكلم عن أكلة لكن اللي جذب انتباه مريم هو أن هي سمعت جدها بيقول الأكلة دي جميلة جداً لكني لا أعرف كيف أطبخها ما أنا معرفش أطبخها إزاي مريم راح تدخلت وقالت إيه لو أنت عايز تعرف شيء الحل هو أنك إيه إنك تتعلمه طبعاً ونظرت إليه يعني أنا شفته وقلت له إذن هيا نتعلم يا جدي طبعاً إلى هنا ينتهي الدرس القصة المشتركة هيا نتعلم يا جدي أرجو الاشتراك وعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس على قناة مصر للتعليم اتدائي وهناخد الدرس القادم إن شاء الله التدريبات والأنشطة ولو في أي سؤال أي استفسار اكتبوا لي في تعليقات وأنا أتواصل معكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته